بسم الله والحمد لله و سلامه و السلامه على رسول الله و بعد ازايوك سنساتة عاملين ايه هي ربك لك تكونوا بخير يا حبايبي النهاردة ان شاء الله هنحل الاسئلة اللي جت على lesson 3 في unit 4 من كتاب المعاصر شرحنا الدرس الثالث في الوحدة الرابعة كان بيتكلم عن the present symbol tense زمن المدارع البسيط و ظروف التكرار شرحناه بالتفصيل النهاردة ان شاء الله هنحل الاسئلة اللي جت على الدرس و قبل ما نبدأ متنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكو كل جديد و نبدأ على تولي الحبايب و نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال بقول تشوز اذا يكون ركت انصر فرم اي بي سي ار دي يعني بنقدر الاجابة الصحيحة السؤال ده بيعتمد على حفظ الكلمات حفظ الجمل فهم القواعد اول جملة عندنا بقول شي sometimes نقط تو ميوزك احنا قلنا مع الهي والشي والإت لازم نضيف للفعل اس او اس او اي اس على حسب نوع الفعل اللي عندنا هنا هنختار لسنز الفعل اللي مضاف له اس علشان دي جملة في زمن المضارع البسيط وفي تكوين زمن المضارع البسيط الافعال اللي بتأتي بعد الهي والشي والإت والإسم المفرد بنضيف لها اس او اي اس او اي اس يبقى هنا هنختار لسنز نمبر تو ده السؤال بيبدأ بفعل مساعد يا طرح هنختار دو ولا دز ببناء على الفعل بنحدد هنختار ايه بالزبط لو الفعل اللي عندنا اي او وي او زي او يو بنختار دو لو هي او شي او ات او اس مفرد بنختار دز هنا الفعل يو واحنا عارفين ان يو بتاخد دو في السؤال نمبر ثري اي نقط جوتو سكول ان فرايدي اتس اولي دي انه اجازة معنى كده ان احنا هنختار نيفر المعنى انا لا اذهب الى المدرسة يوم الجمعة ابدا ليه علشان اجازة يبقى هنختار نيفر نمبر فور شي نقط قصان بيرن عايزين نستخدم زرف التكرار احنا قلنا زرف التكرار موقعه في الجملة بعد الفعل مباشرة يعني اولوز قبل الفعل اولوز الاول وبعد كده الفعل اولوز تأتي بعد الفعل مباشرة طيب هنا الجملة بتبدأ بشي قلنا الافعال اللي بتيجي مع الهي والشي والقيت بنضفلها اس زي كده يبقى هنختار اولوز جيتس نمبر فايف هي تحب الموسيقى هي تحب الموسيقى فعل بتحبه بتعمله دايما هنقول هي دائما تستمع الى الموسيقى نمبر سيكس نو هي هارد لي افر درايف از اسبورت سكار ليه نختار اخترنا هارد لي افر احنا قلنا لما بنجاوب بنو في كلمتين من ظروف التكرار بنجاوب بيهم بنستخدمهم في الاجابة مع نو هارد لي افر او نيفر اللي موجودة منهم بختارها يبقى اول ما نشوف نو بنختار هارد لي افر او نيفر اللي موجودة عندنا هارد لي افر يبقى نختارها نمبر سيفن داز هيو جوالي تيك اناب اتنون اللي هنا اخترنا تيك علشان احنا قلنا في السؤال لازم الفعل يبقى في المصدر بدون اي اضافات وده سؤال يبقى هنا داز هيو جوالي يعني هل هو عادة تيك اناب بياخذ غفو او قيلولا اتنون في وقت الظاهرة نمبر ايت شي هارد لي افر ويرزق وج ليه هنا اخترنا الفعل اللي مضاف له اس علشان يا حبيبي عندنا الفعل شي واحنا قلنا مع الهي والشي والات بنضيف للفعل اس حتى لو استخدمنا هارد لي افر او نيفر حتى لو الجملة بتدل على نافي مع هارد لي افر او نيفر برضو بنضيف للفعل اس نشوف الصفحة اللي بعد كده هنا جايب لي صورة وفوق الصورة كلمات الكلمات اللي فوق بنستخدمها في عمل الكوستة شانسوال والكلمة اللي تحت بنستخدمها في تكوين انصر اجابة هنا بناء على الفعل انا بقرر هسأل بدو ولا بدو لو الفعل اي او وي او زي او يو او اسم جامع هسأل بدو لو هي او شي او ات او اسم مفرد هسأل بدو دي كده اول حاجة يبقى بناء على الفعل انا كده هحدد انا هسأل بايه بالظبط بعد كده بعد ما بكتب دو او دو بكتب الفعل اللي موجود عندي مباشرة بعد دو او دو وبعد كده كل الاسئلة هنستخدم فيها افر علشان هنجاوب بظرفة اكرار كل الاسئلة هنستخدم فيها افر وبعد افر الفعل اللي موجود عندنا هنكتبه زي ما هو في السؤال كل الافعال اللي موجود عندنا فوق هنكتبها زي ما هي في السؤال يبقى اول حاجة فعل مساعد وبعد كده الفعل وبعد كده افر من عندنا وبعد كده الفعل اللي موجود عندنا وباقي السؤال يبقى do you ever listen to music لما نلاقي usually always sometimes often يبقى هنجاوب بيس لكن لو موجود hardly ever or never هنجاوب بنو هنا عندنا usually يبقى هنجاوب بيس اليوم بنحاولها لأي وبعد أي هنكتب ظرف التكرار الموجود عندنا ظرف التكرار usually يبقى yes I usually وبعد كده هننزل للفعل زي ما هو وبعد كده to music ليه هنا مضطناش للفعل اس علشان الفعل أي وإحنا قلنا مع I والوي والزي والي ما بنضفش للفعل حاجة هتبقى yes I usually listen to music سؤال تاني هنا الشي بحنسأل بdoes does she وبعد كده ever من عندنا بعد الفعل مباشرة وبعد كده talk on the phone هنكتبها زي ما هي always معنا كده نحن هنجاوب بyes يعني هي دائما هنقول yes she always وبعد كده هنكتب الفعل بس هنضف له اس علشان الفعل اللي عندنا شي وإحنا قلنا مع le he والش والإت في الإجابة بنضف للفعل s أو yes أو yes talk من الأفعال اللي هنضف لها s فقط يبقى yes she always talks وقنزف هنا هننقلها زي ما هي هنكتبها زي ما هي number three هنا هي يبقى هنسأل بضز هنعرفين إن اللي هي بتاخد ضز يبقى ضز شي وبعد كده ever drive export score هنكتبها زي ما هي في الإجابة هنقول yes ليه yes علشان هنا هنجاوب بoffen وظهر في التقرار often احنا قلنا often في الإثبات يبقى yes he often drive export score هننزل drive ونضف لها s وبعد كده نكتب export score ليه هنا ضفنا s علشان جاوبنا بyes وعلشان الفاعل اللي عندنا هي الفاعل الفاعل ده السبب الرئيسي اللي خلانا نضيف للفاعل s علشان الفاعل عندنا هي وإحنا قلنا مع الهي والشي والإت بنضيف للفاعل s أو yes أو yes يبقى بعد ما منجاوب بyes بنشوف الفاعل اللي موجود عندنا في السؤال بنبدأ به الإجابة وبناء على الفاعل بنحدد إحنا هنضيف للفاعل s ولا لأ لو الفاعل اللي احنا هنجاوب به هي أو شي أو إت أو اس مفرد لازم نضيف للفعل S لو الفعل I أو W أو Z أو U بنكتب الفعل زي ما هو بدون أي إضافات نشوف الصفحة اللي بعد كده هنا في أسئلة جايبها وإحنا هنجيب الإجابة في إجابة وإحنا هنعمل السؤال طيب إحنا برضو بناء على الكلمات الموجودة عندنا هنكون السؤال أو الإجابة كده هو أجاب السؤال كله بقول لي لبدأ نبدو علشان الفعل Z الزي بتاخد دو وبعد كده بنكتب ever ever تأتي بعد الفعل مباشرة وبعد ما بنكتب ever بنكتب الفعل الموجودة عندنا والكلمة اللي بتيجي وراه أو النوم اللي بيجي مع الفيرب يعني الاسم اللي بيجي مع الفيرب يبقى دو زي ever have an accident هنا جايب له ظرف التكرار hard to ever احنا قلنا فيك المتين مظروف التكرار بيدل على النفي يعني أول ما نشوفهم نعرف ان احنا هنجاوب بنو hard to ever و never يبقى كده هنجاوب بنو الفعل اللي عندنا Z هنقول نو زي وبعد كده ظرف التكرار بعد الفعل مباشرة نو زي hard to ever وبعد كده have an accident هنزل الفعل والاسم اللي بيجي معي بعد كده هنا جاب لي السؤال والإجابة بيقول does he ever get as an bear هنا always يبقى yes 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 he always gets as an bear هنا نزلنا get gets خلناها gets يعني ضفني S للفعل علشان الفعل هي قلنا yes he always gets as an bear number six احنا هنكون السؤال وهو نكون الإجابة طيب هنا الفعل you يبقى هنسأل بدو do you وبعد كده ever تأتي بعد الفعل مباشرة من الكتبها من عندنا يبقى do you ever put on make up هل أنت دائما تضع مكياج قال لي no I never put on make up لي بدأنا بنوع علشان عندنا never وnever بتدل على النفي هنا جاب لي السؤال does he ever where a wig sometimes يبقى هنجاوب yes هنقول yes والفعل هي yes he sometimes where's a wig ولازم بعد yes أو no نضع كما هنقول yes كما he sometimes where's a wig اللي هنضفنا الwhere is خلناها where's علشان الفعل هي وإحنا قلنا مع الhey والشي والإت بنضيف للفعل S أو E S أو Y E S ويرزم من الأفعل هنضف لها S فقط هنا جاب للإجابة وإحنا هنعمل السؤال yes he usually takes a nap يعني نعم هو عادة يأخذ غفو أو قيلولة طيب إحنا عزينا نكون السؤال الفعل عندنا هي هنسأل ب does هنقول does he يعني هل هو وهنكتب ever اللي بتأتي بعد الفعل مباشرة في السؤال ever بمعنى دائما does he ever هل هو دائما take a nap في السؤال بنكتب الفعل زي ما هو بدون أي تغيير take a nap في الإجابة بقى هنضف للفعل S علشان الفعل اللي عندنا هي وإحنا قلنا مع الhey والشي والإت والإسم المفرد بنضيف للفعل S يبقى does he ever take a nap هل هو دائما يأخذ غفو yes he usually takes a nap يعني نعم هو عادة يأخذ غفو أو قيلولة يعني كده هو بيقرر الفعل بالنسبة 80% وبكده يا حبيب نكون ننتهينا من حل أسئلة الدرس إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنكمل فيه حل باقي الأسئلة علشان بس ما طولش عليكم في الفيديو إن شاء الله الفيديو اللي بعد ده على طول هنحل فيه باقي الأسئلة علشان ما طولش عليكم أكتر من كده وأسفكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر